من تل أبيب ينضم إلينا مراسل بي بي سي فراس الخطيب أهلا بك فراس لا أدري إن كنت في تل أبيب أم لا تزال في عسقلان كما كنت في الساعة الماضية فلنبدأ بالجديد من حيث أنت نعم نحن على الحدود مع قطاع غزة لا يزال قصف مستمرا هناك المدرعات الإسرائيلية لا تزال تقصف منذ منتصف ليلة أمس هذا بالإضافة يم يعتدون علينا هنا يعتدون علينا من خلال نعم نتعرض المضايقات سنقطع البث هنا سنقطع البث هنا هناك اعتداء علينا من قبل على ما يبدو إسرائيليين متوجدون في المكان سنعود للبث لاحقا نعم شكرا جزيلا لك فراس الخطيب إذن كما تبعتم مشاهدين مراسلنا فراس الخطيب كان على الحدود مع قطاع غزة يحاول أن ينقل لنا الصورة وتم الاعتداء عليه على ما يبدو من أحد المستوطنين هناك أو أحد الإسرائيليين هناك لا صورة واضحة سنتابع التفاصيل مع فراس الخطيب حين يتسنى لنا